تطلق وزيرة الثقافة إيناس عبدالدائم فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين وتفتتح الوزيرة المؤتمر تحت عنوان عشرينيات القرن العشرين علامات فارقة وإنجازات مضيئة والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة على مداري التاسع والعشرين والسلسين من مايو الجاري يتناول المؤتمر نهضة الفكريات والثقافية التي شهدتها مصر خلال عشرينيات القرن الماضي في لقاءات وندوات بحضور عدد من المبدعين حيث تبس جلساته إلكترونيا عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ويصاحبه معرض لإزدارات المجلس الأعلى للثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوسائق القومية والهيئة العامة لقصور الثقافة